انزال وزاري فرنسي بالجزائر ذاك ما طبعت زيارة التي قادت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن وإذا كانت تمت دلالة سياسية لمرافقة 16 وزيراً بما يمثل نصف طاقمها الحكومية لعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة الجزائرية الفرنسية فهي وجود رغبة فرنسية في رسم مصار لعلاقات جديدة ديبلوماسياً وجيوستراتيجياً اليوم ما راكم شفتوا الوفد مهم اللي جاء من الوزراء حوالي 16 وزير هذا يدل عن أهمية الفرنسيين اهتمامهم على السوق الجزائري الاندفاع الفرنسي نحو الجزائر مؤخراً إذا ما بدى مرتبطاً بوضع دولي متوطر تطبعه أزمة الطاقة فإن ثمت مؤشرات أخرى تؤكد محورية الجزائر وثقل وزنها هناك تغييرات جذرية أجريت في الجزائر هذا الوقت مناسب للاستثمار الجزائر ليست محطة تجارية فقط لا بد من الدفع صوب استثمارات حقيقية منتجة يجب النظر في جميع القطاعات كما يجب الاستثمار في جميع مناطق الجزائر بتعددها الجزائر بلد كبير ويمتلك كل المقومات السلطات الجزائرية التي عاكفت على إجراء جملة من الإصلاحات الاقتصادية بل وحسنت مناخ الاستثمار بتعديل قانونه الخاص لكن ما يزيد من وزن الجزائر ويعزز عودتها القوية دولياً وإقليمياً رؤيتها الاقتصادية العميقة بإطلاق مشاريع استراتيجية وتوسيع امتلاكها لمنشآت قاعدية وبنى تحتية لتصل العمق الإفريقي تكريساً لتصور يدعم الاندماج الإقليمي وما طريق الوحدة الإفريقية إلا نموذج لمشاريع هامة تعزز مقومات كبيرة تمتلكها البلاد وتجعلها وجهة متكاملة للاستثمار ورقماً جيوسياسياً صعباً لا يمكن تجاوزه لولوج السوق الإفريقية وخير دليل على ذلك إنزال لمسؤولين على أعلى مستوى لم يتوقف من القارات الخمسة من مؤسسات اقتصادية ترجمة نانسي قنقر